قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضائلة إن الحكومة وجهت الفرق المختصة لاستكمال وضع المعايير والشروط اللازمة لإعادة فتح القطاعات المغلقة وفي مقدمتها المساجد والكنائس وأشار العضائلة إلى أنه تم بحث آخر المستجدات للتعامل مع إزمة وباء كورونا ومراجعة الإجراءات المتخذة حيالها لافتاً إلى أنه وفقاً للخطة بخصوص عز الأشخاص المصابين منزلياً فقد تقرر المضي قدماً في تطبيق هذه الخطة في حال تزايدت وتيرة الإصابات لافتاً إلى فرض عقوبات على مخالفي تعليمات العزل والحج المنزلي للمصابين بالفيروس فصلوا إلى حد السجن والغرامة المالية من جهته قال الناطق باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات إن ارتفاع أرقام الإصابات ليس أمراً مفاجئاً في ظل انتشار المجتمع للمرض وتساءل عبيدات إلى أي عدد نستطيع التعامل معه دون تشكيل إرهاقاً للنظام الصحي مؤكداً أن التصدي لا بد أن يكون مشتركاً من خلال الإجراءات التي تقوم بها الحكومة والمؤسسات الصحية داعينا المواطنين والمؤسسات إلى ضرورة الالتزام والتعاون في هذه المرحلة